من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات المصرية الإيطالية وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة وخلال لقائه استيفانيا كاراكسي رئيسة لجنة شؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالية شدد شكري على اهتمام مصر بتيثير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز انقراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية من جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي تليها بلادها لدفع تعاون مع مصر كما أثنت على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم المحرص في تنفيذها تناول لقاء تعاون في عدد من المجالات وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مكافحة الإرهاب